اللهم صلي وسلم وبارك على افضل المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين وحشتوني جدا 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 يا احلى الاصدقاء واحلى متابعين في الدنيا واحلى مشتركين عندنا في قناة يوميات لارة العصولة عندنا النهاردة وصفة سلايم جميلة جدا تلقي بيكو وحلوة اوي وفكرة جديدة ومبهجة لرمضان من وصفات سلايم اللي احنا ان شاء الله هنعملها الشهر الكريم ده تعالوا نشوف الفيديو مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الوصفة مع بعض وانا قلت لكم ان انا هعمل وصفة سلايم مبهجة وجميلة جدا اول حاجة عندنا الجليتر جليتر ده احنا بنجيبه عادي من المكتبة بيكون متوفر يعني طبعا انا باخد منه عينات صغيرة جدا ربع معلقة ربع معلقة من كل لون او من الالوان اللي انا بحبها يعني انا نوية اعمل سلايم جالاكسي شكله حلو اول حاجة طبعا حطيت ربع معلقة من اللون البينك بعد كده لون الجولد بعد كده لون السلفر اللي هو فوشيا ودهبي وفضي تمام مش قادر اقول لكم طبعا لعما عادي الجليتر دي بتديني باور وانرجي ازاي طول اليوم حاجة فعلا مبهجة وحاجة طول ما انتو كده بتلعبوا بيها بتتسلوا بيها دي بحد ذاتها حاجة مسلية جدا وتكون شكلها حلو دي بتدي باور للواحد وبترفع كده معدل السعادة عنده ان هو يطلع الطاقة السلبية ويطلع الملل اللي عنده طبعا ضفت اللون ازرق كمان عشان يديني بقى ايه شكل الجالاكسي اللي هو يديني الوان كده كتيرة وهنشوف دلوقتي لما حط بس اربع معالق من المية وعشان اقلب كل الجليتر ده مع بعض عشان يمتزج مع بعض يعني اللي هيخليني امزج كل الالوان دي مع بعض لما اضيف مية وقلبهم مع بعض هيمتزج اللون وهيديني اللون رائع هنشوف اللون دلوقتي اللي هيضهولي بجد الوصفة دي سهلة جدا ورخيصة جدا 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 يعني المكوناتها تبقى رخيصة قوي بس انا طبعا حبيت ادور على حاجة تزود معدل السعادة كده عندنا وتضيع الملل وتدينا طاقة ايجابية كده يعني تخلينا نقضي اليوم طبعا حسيت ان الجليتر مش كتير قوي حبيت اضيف جليتر تاني هضيف بقى من اللون اللي هيضيني باور قوي للون الازرق حسيت هيضيني كده لون رائع طبعا فضيت العلبة كلها انتو متحمسين زي ان الوصفة دي هتطلع ايه انا متحمسة جدا الوصفة دي يا جماعة اتفرجوا الفيديو ده الاخر عشان انا اه طبعا منزل اسئلة المشتركين عندنا في القناة الاسئلة بتاعتهم احنا طبعا في مشتركة اه اقترحت علينا اقتراح ان احنا اه ننزل ايات قرآنية اه اسئلة عن الايات القرآنية او الصور القرآنية او اسئلة طول الشهر الكريم عن الانبياء اه ونشارك بعض يعني المتابعين طبعا المشتركين انا عندي بيشاركوا بعض في الاسئلة وبيردوا على بعض وانا بنزل الاسئلة والاجوبة الصحيحة طبعا عندنا بقى نرجع للوصفة عندنا اللي هو السمغ السمغ يا جماعة اللي بيتبيع في المكتبة السمغ ده بيتبيع طبعا بخمسة جنيه بيتساعد اسعار بتطروح من خمسة جنيه لسبعة جنيه تمام? انا هيخد من السمغ ده معلقة واحدة معلقة صغيرة واحدة وطبعا لازم السمغ يكون من النوع التقيل اكيد انتو اخدتوا بالكو ان انا وانا بصبه مش عامل زي المية لا ملمسه تقيل شوية بصوا لازم اضغط عليه عشان ينزل لكن السمغ الشفاف اللي بيبقى عامل زي المية ده بيبقى مخشوش ما بيرزقش حلو في نفس الوقت ما بينجحش الوصفة الاسلايم اللي انا بعملها بيبقى وحش جدا لكن السمغ الشفاف اللي بيكون نوع تقيل ونوع نضيف ده اللي بينجح لي وصفة الاسلايم بتاعتي بصوا انا لازم اضغط عشان ينزل فهو ملمسه تقيل لكن الخفيف اللي عامل زي المية ده اوعد جبوه ولا بيلزق حلو وكمان ما بينجحش وصفة الاسلايم اللي انا بعملها مش قادر اقول لكم اولا حطيت السمغ الداني لمعة غريبة حسيت كده ان البولة عندي اتملت بطاقة كده ايجابية تحفة والداني الشكل بينور كان رهيب بصوا عمال ينور ازاي تحسوا ان الطبق كله عمال ينور وصفة حلوة جدا وداني لون روعي يعني بجد السمغ تحسوا انه ادى للجليتر ده طاقة بصوا عمال تحسوا انهو عمال يتفاعل مع السمغ طبعا انا ضفت هو انا ضفت مقدار معلقة يا جميع ضفت مقدار معلقة بصوا السمغ تقيل طبعا فقبل ما بيرجع مكانه انا طبعا كنت اخذ قبل كده مستخدم السمغ ده قبل كده في وصفتين فدي تالت وصفة والازازة لسه مخلصتش دي تالت وصفة من السمغ اللي انا مستخدمه ده وفي نفس الوقت الوصفة لسه مخلصتش يعني الازازة لسه مخلصتش يعني ازازة دي بستة جنيه ولسه مخلصتش فدي حاجة بالنسبة لي موفرة جدا وحاجة بالنسبة لي بتوفر لي فلوس كتيرة جدا طبعا طبعا عندي اه اللي هو الاكتف بتاعي او المحافز بتاعي بيرسيل جل انا استخدمتي بيرسيل جل وانا قلتلكو قبل كده بيرسيل جل ده لي بدائل كتير جدا ليه اللي هو المطهرات الملحية اللي انا بشتريها من الصيدلية مثل بدالكين فاجيل الكمصر دي كياس بتتباع عندي الصيدلية كياس محلول ملحي بيكون في نسبة البوركس عالية ونسبة السوديوم عالية ممكن استخدمه وحلله في مية واحتفظ بيه في ازازة وده بيكون الاكتف او المحافز اللي بيحول لي كل الحاجات دي لسلايم تمام او عندي محلول العدسات تمام وفيه انواع معينة من محلول العدسات اللي هو آآ بينجح للسلايم تمام فاحنا بنجرب طبعا في شوي صغيرين بعد كده لو نجح معي بأمك اترك كمية تمام وفيه بديل اسمه الدنكار بجيبه آآ املاح الدنكار اللي هي املاح حافظة للجبنة الحدقة الناس بتستخدمها عشان تحفظ الجبنة الحدقة فدي برضو ده برضو بديل كويس جدا ورخيص جدا 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 باخد نص معلقة بحلله في كبات مية يعني بقلبه في كبات مية وبيكون ده الاكتف بتاعي بحطه نقطة نقطة زي ما حطيت كده البرسل جيل واداني نتيجة روعة انا مكنش مسدقة يا جماعة ان انا مسكة الجليتر آآ بلعب به جرت نتيجة روعة وكان شكل الاسلايم رائع بجد كان شكله روعة بجد حس ان انتم مسكين حاجة كده غريبة وحلو وقوي ممتع قوي 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 وشفافة كان ممتع ولونه حلو جدا 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 مش قادر اقول لكم وكمان لما اللون فعلا اللون الجالاكسي تحسون اللون السمع عارفين لما تطلعوا للفضاء كده تحسون اللون ده وعمل زي الفضاء بجد ممتع جدا وبيطلع فعلا الطاقة السلبية وبيديكم طاقة ايجابية رهيبة انت لو ما بتعملوا حاجة حلوة كمان بتطلعوا الطاقة السلبية اللي عندكم بتضيعوا الملل فدي حاجة حلوة جدا جدا يعني رهيبة وطبعا اكتر حاجة اكتر حاجة بتضيع آآ الطاقة السلبية من الجسم هو ذكر الله طبعا في رمضان ان احنا مننساش ان احنا نذكر الله ونسبح ربنا ونقرأ القرآن الكريم ده يا جماعة برضو مفعوله مفعول بجد رهيب مفعول جميل جدا ان انتوا تقروا كل يوم آية حتى لو آية قرآنية آآ دي في حد ذاتها انكم تتعودوا لسنكو وتعودوا مخوكو ان هو يستجيب لقرآن الكريم دي حاجة حلوة جدا وتعالوا بقى نشوف الاسئلة الحبيبة سألتنا ما هو النبي الذي ابتلاه الله بفقدان البصر طبعا سيدنا يعقوب بعد كده نادا آآ قالت من اخر زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا صحابنا جاوبوها ان هي ميمونة آآ بعد كده بسمة سألتنا من هو النبي الملقب آآ بزنورين آآ طبعا صحابنا جاوبوها بعثمان ابن عفان بعد كده زينب آآ سألتنا آآ ما هي الصورة التي لا تبدأ بالبسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم وجاوبونا بان هي صورة التوبة بعد كده اسراء الدبع قالت آآ من قال سبحان ربي من اول من قاله سبحان ربي آآ يعني سبح هو الملك اسرافيل ومن هو من السامانات ملائكة اللي حملوا عرش ربنا بعد كده بسمة سألت كمعدد الايام التي ضل فيها النبي ابراهيم عليه السلام وسط النيران مرود في الناس جاوبوها بعشرة او اربعين لا الاجابة الصح هم تلات ايام تلات ايام بعد كده نادية سألت آآ ما هي الصورة الكرآنية التي لا يوجد بها حرف الميم وصحابي جاوبوها صح وهي صورة الكوسر بعد كده شاهد قالت ما هو الحيوان الذي يعيش اكتر عمرا وهو الفيل بيعيش تمانين سنة آآ علي علي بيقول طلعي السؤال من هي زوجة النبي هم يا علي 11 زوجة فياريت كلكم تنزلوا تكتبوا في التعليقات دلوقتي زوجات النبي وهستنى تعليقكم